بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل طيبين الطهرين واللعنة الدعم على عدائهم أجمعين من يومنا هذا لقيام يوم الدين كان الكلام في حكام المياه الماء المطلق طاهر من الحدث والخبث ما هو الحدث وما هو الخبث تقدم في الدرس السابق ولكن بقيه تطبيقه نبينه إجمالا ثم نطبقه نقول الماء المطلق يطهر من الحدث ويطهر من الخبث ما هو الحدث الحدث هو عبارة عن أثر يحصل للمكلف حالة معنوية تحصل للمكلف لكونه محدثا هذا الحدث إنما يعرض عليه أحد أسباب يوجب عليه الوضوء أو يوجب عليه الغسل موجبات الوضوء من قبيل خروج البولي والغائطي أو حالة الإغماء أو النوم وإسحاض القليلة وخروج الريح ست موارد هي موجبات الوضوء موجبات الغسل أيضا ستة شخص مثل ميت الحيض الجنابة النفاس الإسحاضة المتوسطة والكثيرة هذا موجبات الغسل إذا عرض على الإنسان ما يوجب الغسل أو ما يوجب الوضوء صار محدثان هذه حالة معنوية هذه حالة المعنوية عندما تحصل له تمنعه من الصلاة لا يستطيع أن يصلي لأنه محدث يريد يرفع الحدث ماذا يفعل؟ لابد يختسل أو يتوضع إذا محدث بالحدث الأكبر يختسل وإذا محدث بالحدث الأصغر يتوضع هذا الوضوء وهذا الغسل يحتاج لكي يرفع الحدث يحتاج إلى النية إلى قصد القربة بدون قصد القربة لا يتحقق وأيضا أنه المطحر من الحدث والخبث خبث ما هو النجاسة؟ يعني عروض أحد النجاسات على الجسم على الثوب على البدن من قبيل الدام من قبيل البول من قبيل الغائط هذا كله لا بد من نزالة حين النجاسة ويطحروا بالماء فالماء مطحر من الحدث والخبث نحن بالماء نتوضع وبالماء جنو نختسل فنرفع الحدث بالماء نغسل أيدينا إذا تنجس بالبول والدم والغائط ونحو ذلك إذن هو رافع للخبث أيضا نغرأ العبارة يقول فالماء بقول مطلق خب ليه قال الماء بقول مطلق؟ هذا إشارة إلى تعريف الماء الماء المطلق وعندنا ماء مضاف الماء المضاف اللي من قبيل ماء الرمان ماء الرقي طبعا ماء المضاف على عدة أنحاء تارثا معتصر من أجسام من قبيل ماء الرقي وماء الرمان ماء البرتقال وعندنا ممزوج مع غيره مثلا نأتي برمل نمزوجه مع ماء يصير مثلا ماء كدر مو ماء صافي يعني يخرج عن كونه لفظ الماء لا يطغ عليه ماء عليه لفظ الماء يعني ماء يشبه مو محد الطين يصدغ عليه ماء ولكنه يصير يخرج عن كونه مثلا نأتي بأمور أخرى نمزوجه مع الماء هذا شيء يصير ماء ممزوج اللي يصير ماء مضاف بعد من اطلق عليه لفظ الماء إذا شخص قال هذا ماء نقول لهذا ليس ماء خب هذا الماء مضاف مقابل ماء مطلق يطلق عليه لفظ الماء بدون أي قيد يعني مثلا الآن عندما يأتينا ماء المطار أو ماء الغدير أي ماء إن كان نقول هذا ماء بدون أي قيد صحيح الإطلاق نعم خب هنا يريد إشكاله أنه عندنا ماء البحري ماء الغدير هذا أيضا أضيفه فإذا هذا ليس ماء مطلق نقول لا إضافة اللفظ الغدير والمياه والبحر لأجل إضافة بيانية ويمكننا الاستغناء عن هذه الإضافة فنقول لماء البحري ماء بدون أي قيد العبارة صحيحة بخلاف ماء الرمان لا يقال له ماء بلفظ مطلق بدون قيد فإذا سلبنا عنه الماء وإذا أطلقنا عليه ماء يكون أطلق مجازي ويصح السلب الماء نقول هذا ليس ماء السلب صحيح فإذا نعرف أن أطلاق لفظ الماء على الماء المضاف إطلاق مجازي وإطلاق ليس حقيقي فإذا هذا ماء مضاف بخلاف الماء المطلق يطلق عليه لفظ الماء بدون أي قيد ولا يصح السلبه عنه ولذا يقول فالماء المطلق بقول المطلق هذا إشارة إلى تعريف الماء المطلق يقول الماء إذا كان ماء مطلقان الذي بقول المطلق يطلق عليه ماء هذا الماء يعني الماء المطلق له قصيتان أنه مطهر من الحدث ومطهر من الخباب خب الحدث ما هو؟ هنا يأتي سؤال عرف الحدث يقول الحدث هو الأثر الحاصل للمكلف يعني فهناك فالأثر يحصل للمكلف فالحالة معنوية تحصل للمكلف هاي الأثر الحالة الحدثية للمكلف اللي حاصل خب قال مكلف يعني بالغ عاقل خب احنا عندنا هناك أشخاص ممكلفين مثل الصبي مثل مجنون هذا ممكلف ولكنه أيضا يعني ما يصبح محدث ولذا يقول وشبه المكلف ليه والصبي والمجنون ذولة شنو هؤلاء إذا حصل لهم عند عروض أحد أسباب الموجب للوضوء أو الغسل يعني شخصا كان مكلفا يعني بالغ عاقل أو شبه مكلف يعني صبي ومجنون هؤلاء صاروا محدثين شلون نحن محدثين؟ إذا عرر عليهم ما يوجب الوضوء أو ما يوجب الغسل صاروا محدثا فإذا سؤال متى يكون الإنسان محدثا؟ إذا عرض علي حالة نفسانية حالة معنوية لحالة الحدثية عند عروض ما يوجب الغسل أو عروض ما يوجب الوضوء لبينا أسباب الوضوء وأسباب الغسل ما هي وطبعا إذا صار محدث هذا الحدثية رح يمنعه من الصلاة المانع من الصلاة خب فاضح صار بعد ما يقدر يصليه صدعني وصليه المانع من الصلاة خب يريد يرفعه وماذا؟ يقول رفعه يحتاج إلى غسل ووضوء مع النية المتوقف رفعه الحدثي على شنو؟ على النية على قصد القربة يعني مضافا الوضوء والغسل والتهم يحتاج إلى قصد القربة خب والخبث معضوف على الحدثي يعني أن الماء المطلق يرفع الحدثي واضح اختسل الإنسان بعد ما ما صار محدث يعني أنا ليس محدث ارتفع وضوءه توضعه الآن ارتفعه حالة الحدثية وأي من رافعه للخبثي يعني للنجاسة خب النجاسة شنو؟ الخبث شنو يقول وهو النجس بفتح الجيمي خب هذا النجس اللي جيمه يعني الجيم مفتوحة النجس مصدر قولك نجس الشيء لحظوا النجس مصدر فعله الماضي ما هو نجس الشيء فعل ماضي مضارعه ما هو ينجسه هذا بحث موجود في بحث في الكتب الأدبيات يبحث في مباحثة نحوية وصرفية من البحثة صرفية أنه الفعل المضارع عين الفعل يكون مفتوحا أو مبوما أو مكسورا جلس حالات أخوه ونلحظ الحالة الماضي إذا كان ماضي مفتوحا مثلا يقال له أن مضارعه قد يكون مفتوحا قد يأتي مكسور وقد يأتي مضموم ثلاث حالات به إذا كان مفتوحا بخلاف ما إذا كان مضموما لا يأتي إلا مضموما وإذا كان مكسورا لا يأتي بحالتين أو ثلاث حالات يعني مجموعة ست حالات للمضارع وثلاث حالات للماضي مجموعة يصر ست حالات إلا أن الماضي إذا كان ماضي مفتوحاً المضارع ما لقد يكون مفتوح العين أو مكسوره أو مضمومه بخلاف ما إذا كان مضموماً ظهراً لي في بالي يكون مضموم وإذا كان مكسوراً يأتي مكسوراً أو مفتوحاً هنا شنو جاء مفتوحاً ولذا يقول نجس الشيء الماضي ما له بالكسر ينجسه بالفتح خب فهو نجس هذا إشارة إلى الصفة المشبهة فهو نجس الآن هذا الشيء هو نجس اللي ما زلت اسم الفاعل فهو نجس بالكسر خب يقول وينجس فإذا الخبث شنو عبارة عن نجاسة يعني عروض أحد النجاسات من قبيل البولي والغائطي والدم ونحو ذلك من النجاسات فالماء مطهر من الحدث والخبث خب الآن يبين أحكام المياه يقول هذا الماء اللي كان مطهر من الحدث والخبث خب السؤال متى ينجس الماء هذا البحث السابع شنو كان كان فيه أن الماء يكون مطهر من الحدث والخبث سؤال آخر هل الماء يتنجس أو لا لحظوا الماء إذا كان قليلاً ينجس مجرد الملاقات كما يأتيناه في ضمن الكلام أو يصرح به لاحقاً ولكن الماء بجميع أقسامه حتى لو كان كراً حتى لو كان ماء كثير حتى لو كان ماء مطر وكان ماء عين ونحو ذلك الماء بجميع أقسامه القليل وغير القليل جميع أقسامه يقسمون ست أقسام تقريباً يقسمون أقسام المياه وسيئة إن شاء الله أنه جميع الأقسام لفتحكم ما هو حكمه أنه ينجس الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لحظوا أولاً ما هي الأوصاف الثلاثة لونه أو طعمه أو رائحته خب مثلاً إذا شخص عندنا ماء هذا الماء تغير طبعاً ليس ماء قليل حتى لو كان ماء كثير قلنا الماء القليل ينجس بالملاقات وأيضاً بالتغير فإذا جميع أقسام المياه حتى الكثير والقليل وجميع أقسامه ينجس بالتغير بالنجاسة التغير بالنجاسة يعني إذا ألقيت قطرة من الدم أو مقدار من الدم في الكر من الماء تغير لون الماء صار أحمر الماء صار نجس ما تغير لونه تغير طعمه يعني الآن إذا شخص شرب ماء الحوض يشم أو يحس يعني إما رائحة الدم أو لون الدم أو طعم الدم يعني لعله ما بيرائحه لكنه يحس الطعم ما له فجميع أحد الأنواع الثلاثة يعني إذا تغير أحد الأقسام الثلاثة يعني لونه أو طعمه أو رائحته أو الثلاثة ما تفرق هذا كل شيء يصير الماء يصير نجس فإذا جميع أقسام الماء إذا تغيرها بالنجاسة يصيروا نجسة طيب المصنف ما شيء ثاني يقول لماذا قيد بالنجاسة أولا قيد بالنجاسة احترازا عن التغيير بغير النجاسة يعني بالمتنجس هذا لا ينجسه مثلا شخص عندنا ماء فروف كر ألقينا فيه دبس نجس يعني الدبس صار متنجس يعني عندنا نجس عن عين النجاسة وعندنا متنجس يعني وقع فيه نجاسة الدبس مثلا تنجسة بالدم قطر من الدم وقع في الدبس صار نجس ألقينا مقدار من الدبس في ماء الكر الآن ماء الكر ما أخذ تارة ماء الكر يأخذ اللون وطعم ورائحة الدم ماء الكر صار نجس وأخرى هذا الماء لا يأخذ اللون وطعم الدم وأن ما يأخذ اللون وطعم الدبس يعني الآن الماء عندما وجدنا لون الماء صار لون الدبسي أو طعمه صار طعم الدبسي أو رائحته صار رائحة الدبس أما رائحة الدم موجود الماء ليصر نجس فإذن التغير في أحد الأوصاف الثلاثة بالنجاسة مو بالشيء وقع بالنجاسة أو بالمتنجس هذا أولا هذا التنبيه النقطة الأخرى نحن قلنا أحد الأوصاف الثلاثة هناك عندنا حالة وهو التغير بالنجاسة مو بالأوصاف الثلاثة بالأوصاف أخرى هذا لا يوجب النجاسة مثلا الدم كان حارا وقع مقدار من الدم في الكر أفرض مثلا دم يغلي أو بول يغلي مثلا أو كان في الشمس بحيث ما أخذ مقدار من الحرارة ألقي نهوا في الماء الماء صار حارا أما لونه طعم ورائحة وما تغير أصلا ما أخذ الآثار هل ينجس بالحرارة والبرودة أو شيء كان بارد مثلا الدم كان قالب من الثلج وقع مقدار من الدم له مثلج فصار الماء بارد أما لونه طعمه ورائحة وما تغير طبعا كان مقدار مقليل كر أكثر من كر عين ونحو ذلك هل ينجس الماء؟ نقول لا ينجس نحن قلنا تغير في أحد الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة دون غيرها من الأوصاف كالخفة والثقل وقع شيء في الماء النجاسة الماء صار خفيف أو صار ثقيل يعني أو صار غليظ صار المهم جميع الأوصاف صار حارا باردا الأوصاف الأخرى غير الأوصاف الثلاثة أي فصف فرضه هذا لا يجب النجاسة يقول وينجس الماء مطلقان يعني الماء بجميع أقسامه مطلقان يعني جميع أقسام الماء يعني ما كفرق هذا الماء كان ماء قليل ماء كثير ماء كر عين ماء راكد جميع أقسام الماء كمان سيأتينا إن شاء الله أقسامه لحقا نبينه وينجس الماء بجميع أقسامه له مطلقان قلنا بجميع أقسامه كيف ينجس بسبب هذا بقى السببية بسبب التغير بالنجاسة إذا تغير الماء بالنجاسة خب تغير بأي شيء في أحد أوصافه الثلاثة أي وصف ثلاثة شيء ثاني يبين اللون والطعم والريح طبعا أحد الأوصاف كافي إذا تغير الأوصاف الثلاثة معان نجس تغير وصفين نجس إذا تغير وصف واحد نجس نحن نقول تغير أحد الأوصاف الثلاثة كافي في النجاسة دون غيرها من الأوصاف أما إذا تنجس غيرها عن غير الأوصاف الثلاثة إذا تغير بأوصاف أخرى بالوزن الرقة والغرضة البرودة والحرارة ونحن ذلك من الأوصاف هذا لا يجب النجاسة واحترز المنوء المصنف بتغيره بالنجاسة قال يتغيره منه وتغير الماء اللي ألقي فيه النجاسة بتغير الماء بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة إذا تغير بالمتنجس فقط ليش قال خاصة تارة يتغير بالمتنجس وبالنجس هذا أيضا نجس أما إذا تغير بخصوص المتنجس يعني بخصوص الدبس هذا لا ينجس هذا مقصودة يعني بعبارة أخرى خلنا نقول هكذا عدة ثلاث فروع تارة يتغير خلنا نبين مسألة بشكل أوضح عندنا مقدار من الماء مقليل اللي فقط بالتغير يتنجس مثل كر وقع فيه مو دم مباشرة وقع قطرة من الدم في الدبس والدبس المتنجس وقع في الماء هنا ثلاث صور عندنا تارة يتغير لون وطعم ورائحة أو أحد الأوصاف من الدم فقط مثلا هنا صار نجس إذا من الدم ومن الدبس هذا أيضا نجس إنما لا ينجس إذا تغير بخصوص المتنجس يعني فخذ أخذ لون وطعم ورائحة الدبس فقط أما الدم أصلا ما أخذ هذا المقصود لا يتنجس أما إذا كان ملك ليهما أو خصوص الدم هنا أيضا ينجس لاحظوا العبارة يقول واحترز المصنب يتغيره بالنجسة أنه يتغير بنفس النجسة أما إحترز عن شنو أما لو تغيره منه تغير الماء مو بالنجسة بالمتنجس ولكن ثالث يتغير بالمتنجس لمعنى种 إذا تغير بالمتنجس هذا أصلا ما ينجس لا ذا كما ينجس إذا كان معه النجس أيضا تغير بالنجسة يعني تغير بكلهما أما لو تغير بالمتنجس فقط خاصة هنا لا ينجس فإنه هذا الماء لا ينجس بذلك يعني بالتغير بالمتنجس فقط بالمتنجس تغيره كما يجيب مثال شنو مثال هذا الفقط متنجس يجيب مثال كما لو تغير طعمه بالدبس النجس كما لو فرضنا أنه تغير طعم الماء اللي وقع فيه النجاسة بشنو بالدبس تغيره يا دبس الدبس اللي صار نجس اللي عبارة أدق متنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه من دون أن تؤثر نجاسة الدبس في الماء يعني شنو من تغير أن تؤثر فيه نجاسة يعني تارتان الدبس يقع قطر من الدم في الدبس والدبس يقع في الماء هنا أن الدبس أن هنا أنه تغير الماء مو فقط أفروض بالدبس تغير بالدبس أو ما تغير لا بشرط المهم تغير الماء حتى بالدم أيضا من دون أن تؤثر النجاسة اللي بالدبس موجود يعني الدم ما أثر فقط الدبس أثر هذا المخصول لاحظوا العبارة من غير أن تؤثر نجاسة الدبس نجاسة الدبس من هو؟ يعني بدل نجاسة الدبس خلوه دم الدم اللي وقع في الدبس فإذن من دون أن تؤثر نجاسة الدبس اللي هو الدم في الماء في الماء اللي وقع اللي هو عبارة عن كر فرض من الأسألة من دون أن تؤثر النجاس اللي موجود بالدبس فقط الدبس أثر هذا لا يكون نجسا والمعتبر من التغير الحسي للتقدير على الأقوى خب هنا بحثني أتي في مسألة التغير التغير على نحوين عندنا تغير حسي وعندنا تغير تقديري التغير الحسي واضح تغير في الماء دم مثلا تغير لون الماء طعم الماء وراحة الماء بالدم هذا يسمى تغير حسي يعني ملموس ومحسوس بالفعلين عندنا تغير تقديري خب ما المراد من التغير التقديري ذكروا للتغير التقديري اختلفوا في تفسيري إلى قولين ونحن نذكر كل الاحتمالين وأصلا نقول بأحد كل المعنين خب بعضهم قال المراد من التغير التقديري أنه لو فرضه أنه الدم إلى صلاحية أن يغير يعني مثلا هذا الدم مثلا مقدار من الدم إذا وقع في هذا المقدار من المألي والكر إلى الصلاحية أن يغير لونه وطعم وراحته ولكن قبل أن يقع فيه الماء وقع فيه مقدار من الدبس هذا الدبس صار مانعا من أثر هذا الدم فنقول هذا المقدار من الدم هذا التغير التغيري الآن قبل أن يقع الدم وقع مقدار من الدبس في الماء فتغير لون أو طعم أو رائحة الماء بعد ذلك وقع مقدار من الدم نقول هذا الدم على تقدير عدم وجود هذا الدبس السابق عليه إذا لم يقع الدبس عليه لكان الدم يؤثر ولكن الآن الدم لونه وطعمه وراحته الآن ما يؤثر لماذا؟ لوجود الدبس سابقا عليه دبس صام طاهر ليس إلا نجس حتى لو كان نجس لأن الدبس مفروض ما نجس وقع فيه دبس الماء مات نجس ولكن تغير لونه وطعمه بالدبس بعد ذلك وقع مقدار من الدم نقول إذا ما كان الدبس موجودا في الماء إلا تغير الماء بالدم ومما أن الدبس موجود الآن ما تغيره فتغيره تقديري على تقدير حدم وجود وقوع الدبس لتغيره بالدم سؤال هنا هل ينجس أو لا؟ خب هذا مثال للتغيير التقديري الدم اللي جاسه كان إلى صلاحية ومختضي للتغيير ولكن المانع ما هو؟ وقوع الدبس فيه هناك يوجد مانع بعضهم قال لا مثال التقديري ليس لأجل وجود مانع بل نفس المغتضي للتغيير موجود يعني مثلا الدم سلب لونه وطعمه ورائحته مثلا بعلاد ألقينا فيه شيء من الأحشاب أو فيه شيء بحيث سلبناه مجموعة عقاقير أوقعنا فيه أو لا الدم مثلا بقي في الشمس لمدة شهور أيام فزال لونه أو خف لونه الآن ما يأثر بعد أو طعمه أو رائحته هنا إذا وقع الدم أي دم من مسلوب اللون والطعم والرائحة أو قليل الدم واللون نقول هذا الدم لو لم يكن مسلوب اللون والطعم والرائحة وكان يقع في هذا المقدار لو كان يقع في هذا المقدار من المألي وكرفة صعدان لكان يؤثر في لونه وطعمه وكان ينجسه ولكن بما أنه مسلوب اللون والطعم والرائحة الآن عندما وقعه ما يأثر فيه هل ينجسه ينجسه أو لا المثال السابق التقديري شنو كان الدم كان إلى صلاحية المؤثرية كان إلى مقتضي التأثير لون وطعم ورائحة ولكن المانع ما هو كان يوجد مانع وقوع الدبس الآن لا ماكو دبس في المقام ماكو مانع في المقام أساسا الدم ما عنده مقتضيه فإذن التغيير التقديري له مثالان المثال الأول كان عبارة عن أنه الدم إلى صلاح مقتضي للتغيير ولكن يوجد مانع وبعبارة أخرى خلنا لهذا المثال يوجد له مانع مثالين عندنا كرين حوضين بنفس المقدار وعندنا مقدار من الدم مقدارا واحد في هذا الحوض كان يوجد دبس مقدار من الدبس أخذ من طعمه ولونه ورائحة الماء في هذا الماء كان ماء صافي بدون دبس أخذنا مقدار واحد من الدم ألقيناه في هذا حوض مأثر اثر و هلنفس المقدار ألقيناه في الحوض الثاني أثر لماذا هنا أثر ماكو مانع هنا لماذا أثر هنا لم يؤثر عفوا هنا لا أثر لأنه يوجد مانع هنا لماذا أثر ماكو مانع هذا مثال شنه وجود المانع مثال الوجود المختلفة نحن عندنا حوض حتى لو كان عندنا حوضين في نفس المثالين الآن مع غض النظر عن بعد ما يكون مثال الدبس أصلاً ما موجود في المقام عندنا ماء صافي ألقينا مقدار من الدم ولكن هذا الدم مسلوب اللوني والرائحة والطعم مثلاً بقي في الشمس أيام معدودة بحيث أنه اللونه ليس كل اللون السابق الآن هذا الدم ما رح يأخذ نقول هذا الدم لو كان طم دم طازج وما كان شي سمونا لا كان يؤثر وبما أنه مسلوب اللوني والطعمي والرائحة ما رح يأثر السؤال هنا خب ما المراد من التقديري فسروه بكل التفسيرين نحن الآن خلي عنوان عام نقول أنه التقديري بكلام عنيه هل التغيير الحسي هو الملاك في النجاسة أو ينجسه حتى على التغيير التقديري أيضاً من التغيير الحسي والتقديري هناك قولان المشهور قبل العلامة وبعده أغلب العلماء ماذا قالوا بالتغيير الحسي العلامة الحلي وجماعة قالوا أن الماء إذا تغير بالتغيير الحسي أو التقديري أيوان يكون نجساً دليل المشهور هو التباذر المتباذر من المشتقات من المشتقات الفعلية هذا بحث أصولي إن شاء الله يمر عليكم أنه عندنا مشتقات أصولية من قبل عمل المشتق النحوي اسم فاعل اسم أفعول اسم آلة دلي بعض الكلمات لي مشتقات يعني يذلوا على الذات ويدلوا على الصفة هاي المشتقات هذه الأمور المشتقات ظهروا في الفعلية عندما نقول هذا لونه أحمر يعني الآن بالفعل أحمر عندما نقول تغير يعني بالفعل تغير مو يتغير أو على تقدير التغير فإذن المتباذر من الأدلة في المشتقات الفعلية عندما نقول هذا طبيب يعني بالفعل طبيب عندما نقول هذا منشار يعني بالفعل منشار مو أنه سابقاً رح يصير منشار أو سابقاً كان منشار والآن شنو خرج عن كوني من شارن هذا لا يزغ عليه هذا الظهور الفعلية هذا المتبادر من الأدلة وبالتالي عندما نقول تغيير حسي تغيير المتبادر منه تغيير بالفعلية بالحس يقول العباء لأقرأنا مرتان أقرأوا والمعتبروا من التغيير الحسي للتغيير التقديري على الأقوى على الأقوى شنو أمسألة خلافية مقابل على الأقوى شنو أن التغيير ينجس بالتغيير الحسي والتقديري مطلقاً لهو كلام العلام الحلي ويطهر بزواله خط أما كيفية تطهير الماء نحن عندنا ماء جاري طبعاً بالنسبة للماء كل أقسام المياه كان مطحر من الحدث والخباث كل أقسام المياه كان ينجس بالتغيير بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة الآن كيفية تطهر الماء؟ كيفية تطهر الماء يختلف من ماء إلى ماء؟ تارهاً يكون الماء ماء كر أخرى يكون ماء جاري أخرى يكون الماء ماء راكداً وماء قليلاً وأخرى يكون ماء بئراً ماء البئري وماء القليل هذا له حكم وماء الكر له حكم وماء الجاري له حكم طبعاً قد يكون مشترك في بعض الأحكام الآن كلامنا في الماء الجاري في الماء الجاري قد نلحق به بعض الأنواع لا يوجد أنه الآن كلامنا في الماء الجاري كيف يطهر الماء الجاري؟ قبل بيان كيفية تطهير الماء الجاري نبين ما هو تعريف الماء الجاري الماء الجاري بعدة قيود القيد الأول أنه الماء النابع من الأرض يعني ماء له عين يمده من الأرض يعني له عين ويجري وهذا الماء الجاري بشرط أن لا يصطق عليه ماء بئرين لأن البئر وإن كان له ينبع من الأرض ماء النابع من الأرض ولكنه عرفا يقال له ماء أن العرف يرى أنه يطلق عليه ماء البئر طبعا ماء البئر لو خصي وهو واقف في محل وهو حفرة بحيث يحفرون كفاصة حتى لو جاء الماء ولكن له عمق هذا اللي يقال له ماء بئر عادة ويكون دائرة ضيقة هذا يطلق على العرف اذا بينار على العرف ما أريد أحدد المصداق يعني عرفا يقال له هذا عادتا يقال عرفا لهذا الماء ماء بئر ما عدا هذا الماء الماء العين لا ما كنك ضيق قد يكون أولا عادة الماء العين يجري يعني يجري يجري على الأرض ولكن ليس المراد من مجرد الجريان مثل ماء المطر يجري هذا لا يصغ عليه ماء الجاري الماء الجاري له عين فإذا ليس مطلق له عين له أصل يمده ولا البئر قد يكون له أصل ولا مجرد الجريان لأن ماء المطر أيضا يجري نحن نريد ماء جاري يجري على الأرض وله عين يعني بعبارة أخرى ماء العين هذا الماء ماء جاري كل ما أخذنا مقدارا من ماء له ينبع يأتي مكانه ماء جديد من داخل الأرض هذا الماء يقال له ماء جاري هذا الماء الجاري يقول ويطهر بمجرد زوال التغير لأنه لا ينجس بمجرد الملاقات ينجس إذا تغير أحد الأوصاف إذا زال التغير كيف زال التغير مهم زال التغير من نفسه بالهواء بالشمس بعلاج خلينه بمقدار من الأدوية المهم إذا زال التغير الماء الجاري يصير طاهرها ما هو تعريف الماء الجاري؟ قلنا الذي يجري الذي له نابع من الأرض يعني له ينبع من الأرض له عين في الأرض وعرفا لا يطلق عليه بئر هذا تعريفه في المشهور طبعا المشهور يقول سواء كان دائم نبعي أو بعض الفصول الماء الجاري على نحوين بعض الأنواع على نحوين تارثا عندنا بعض أنواع الماء الجاري له أصل وله عين في كل الفصول أخرى بعض أنواع فقط في بعض الفصول مثلا في الشتاء أو في الصيف أو في الخريف يمده يكون يجري وإلا لا يجري في طول السنة هناك في الدروس ماذا قال؟ قال الماء الجاري إنما له حكم الماء الجاري إذا كان نابعاً في كل الفصول بخلاف ما إذا كان في بعض الفصول بأن ليس له حكم الماء الجاري هذا رأي منه الشهيد الأول في الدروس أما المشهور ماذا قالوا؟ الماء الجاري سواء كان نابعاً في بعض الفصول أو في كل الفصول هذا على المشهور يقول ويدخر الماء الجاري بزواله بزوال منه؟ بزوال التغير هذا التغير تارهن يجري بالشمس بالهوائي ولو بنفسه إما بنفسه أو بنفسه،أو بالريحه mà front of his wife لن تفرق جميع الإنواع القول أنه يقول لو بزوالة التغير بالريح وأو بنفسه أو بعلاجه إذا كان الماء جرياً هذا فإذاً هذا الحكم يدهر بزوالة التغير إذا كان الماء جارياً فإذاً الآن المصنف في صدد بيان حكم الماء الجاري 참 ما هو تعرفه? قال الماء الجاري وهو يوجد الماء الجاري السنبع من الأرض هذا القيد الأول يعني ينبع من الأرض له أسطن في الأرض له عين من الأرض هذا اللي له نابع من الأرض مطلقا سواء كان دابع دائم نبعي يعني دائما ينبع أو في بعض الفصول طبعا لا بد نقيده غير البئري يعني عرفان لا يطلق عليه بئرون يعني ما هو المميز عنه العرف هو الذي يميز يقول هذا ماء نابع هذا ماء جاري وهذا ماء البئري يقول غير البئري عرفان يعني عرفان لا يطلق عليه بئرون خب هذا مطلقان على المشهور قيدن للمطلقان يعني سواء كان مطلقا نبعي دائم النبعي أو في بعض أم لا على المشهور في مقابل اعتبر المصنف في كتاب الدووس فيه في الماء الجاري دوام نبعه فإذا الماء الجاري له حكم الماء الجاري وهو لا ينجس إلا بالتغير الماء الجاري له حكمان الحكم الأول لا ينجس إلا بالتغير بالملاقات لا ينجس ثانيا ليطهر بأي طريقة بزوال التغير كيف كان الماء الجاري له هذان الحكمان هذا الحكم أي ماء جاري ما هو الماء الجاري إذا كان دائم النبعي عند المصنف الدروس أما المشهور قالوا لا الماء الجاري سواء كان دائم النبعي أو في بعض الفصول واعتبر المصنف الدروس فيه في الماء الجاري دوام نبعه وجعل الجاري العلام وجمعك غيره سيأتينا قول العلامة في الدرس اللاحق والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل طيبين الطهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد محمد وآل محمد